صراع مصلحي بين واشنطن وطهران منذ 17 عاماً يتصاعد وحيناً وتنخفض وطيرته أحياناً أخرى والضحية دائماً ساحة الصراع التي اتفق الطرفان أن يجعلها قرباناً لتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف ومشاريع لهذا الطرف أو ذاك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كشف عن نية بلاده فتح حوار استراتيجي مع الحكومة في بغداد منتصف حزيران المقبل ولعل تسميته لرئيس الوفد المفاوض ديفيد هيل تشير إلى أنه قد تم الاتفاق مع بغداد حول الموضوع والموعد وفي سياق الرد على سؤال حول تهديد ميليشيا حزب الله في العراق بوضع فيتو على اختيار أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة تحدث بومبيو عن أهمية التزام السلطة في بغداد بعملية الإصلاح اللازمة لبناء عراق مستقل يبتعد عن النمط الطائفي الذي أدى إلى تفشي الفساد والإرهاب وفي غمز واضح للدور الإيراني ورغبة واشنطن في التخلص منه شدد الوزير على رسالة واشنطن التي طالبت إيران بالعودة إلى سلوك الدولة العادية وتلبية 12 شرطا قبل فك العقوبات عنها وهي شروط رأى فيها المراقبون دعوة لتغيير النظام وحتى مع المطالبات التي تلقتها لتخفيف العقوبات على إيران لمواجهة وباء كورونا أكدت واشنطن أن اللحظة تتيح الفرصة لتثمير العقوبات ومن خلال هذا المنظور يأتي مشروع الحوار الاستراتيجي مع حكومة بغداد كمفتاح لخلخلة نفوذ طهران الذي دفع البنتاجون مؤخرا إلى إعادة تمركز قوته في العراق وسحب بعضها في تكتيك للحد من إمكانية استهدافها وبينما تظهر الميليشيات الزواجيتها بمحاولة استعراض قوتها من جهة وإنكارها تنفيذ الضربات من جهة أخرى خوفا من ردود الفعل الأمريكية تجد تلك الميليشيات نفسها مضطرة لاستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية التي سيتعدى ضررها على العراق كما جرى في قصف شركة هالبرتون النفطية في البصرة وهو ما قد يعني حصرها في زاوية تجعل الحكومة التي تواطى عليها الطرفان في موقف لا تحسد عليه ترجمة نانسي قنقر